زي ما بيقولوا كده انت شايف التعليم الجميع في مصر ازاي؟ تقييمك ليه ايه؟ واصل لحد فيه؟ هو في الحقيقة فيما يتعلق بالتقييم انا دايما بميل للمقارنة فاذا تكلمنا عن التعليم الجميع في مصر فنقرنه بدولة من الدول المتقدمة انا في الحقيقة المقارنة بالنسبة ليه سهلة اللي ساب بسيط جدا وهو لان شاء القدر اني اتعلم التعليم الجميع بتاعي كله في المانيا من اولى جمعة الى الدكتورة فيمكن ان اقارن ما بين التعليم الجميع في مصر والتعليم الجميع في المانيا نمسك اول شيء اللي احنا بنعاني منه بعض الشيء وهي القدرة الاستعابية للجماعات في مصر اللي هو يعني العدد اللي بيدخل بالضبط بالضبط المطلوب اكثر من المعروض هذه المشكلة في الحقيقة مش احنا الوحيدين اللي بنقابلها ولكن في السنتين الاخيراتين في الحقيقة لابد ان اذكر هذا تم انشاء خمس جامعات في خلال سنتين جامعات جديدة اللي هي بنطلق عليها جامعات الجيل الرابع جامعات الزكية بالضبط الجيل الرابع اللي هي شغالة بالذكاء الاصطناعي والدي في الحقيقة يعني اقدر اقول تكاد تكون معجزة خمس جامعات في سنتين وهيبدأوا هذا العام الخمس جامعات في الحقيقة في مناطق هي في حاجة الى التعليم العالي فعلى سبيل المثال في المنصورة الجديدة في الشرم الشيخ في العالمين في الطور في جبل الجلالة خمس جامعات ده في الحقيقة شيء يعني عندما اقارن التعليم العالي في مصر التعليم العالي في المانيا المانيا مستحيل المانيا تنشي خمس جامعات في سنتين بس هنا الاحتياج قدل ده طبعا هذا بالإضافة إلى الجامعات اللي تم إنشاءها وفي طريق إنشاءها في العاصمة الإدارية الجديدة وده عدد كبير يا دكتور عدد كبير في العاصمة الإدارية وده عدد كبير بالإضافة للخمس جامعات وده فروع لجامعات أجنبية القدرة الاستعابية اللي أنا بدأت بها حديثي دي في الحقيقة هي اللي بترغم أن يكون هناك مكتب تنسيق بالنسبة طب هل إحنا الوحيدين في العالم اللي عندنا مكتب تنسيق أقولك لا ألمانيا وهي دولة صناعية كبيرة وأغنى اقتصاد في ألمانيا في أوروبا وثالث اقتصاد على العالم والبعض بولدتان اقتصاد يعني أيضا عندها مكتب تنسيق في مكتب تنسيق فيدرالي يعني على مستوى كل الولايات ولكن مكتب التنسيق عندهم مش لكل الكليات بعض الكليات بيكون عليها إقبال كبير فيقولوا لا دا التقدم لها مباشرة مش ممكن دا لازم يكون عن طريق مكتب التنسيق يعني على سبيل المثال بعض الأحيان تبقى كلية طب البشري ويقولوا لا دا تنسيق بس الطالب ما يترفتش بالكامل يقولوا لا انت هتبقى في الويت انجليست للسنة الجاية وممكن ينتظر سنة أو سنتين سنة أو سنتين اللي ينتظرهم ما يقودش في البيت بيشتغل ممكن يشتغل كمتدرب أو في مستشفى أو في مصحة إلى آخر أو حاجة لها علاقة لها علاقة بالطب بالضبط فده أيضا فيه تنسيق فمن هنا أقول أن أول معيار أقارن به ما بين مصر وألمانيا أقول احنا مش سيقين في الحقيقة نمرة اتنين المحتوى التعليم بتاعنا المحتوى التعليم بتاعنا احنا في جامعاتنا في مصر بنستخدم الكتب الإنجليزية والكتب الأوروبية بصورة عامة والكتب اللي جاية من أمريكا الشمالية يبقى إذن مفيش مشكلة المادة العلمية اللي بندرسها في الجامعات هي نفس المادة العلمية اللي بيدرسها الطالب بر الطالب في الدول الأوروبية أو في أمريكا الشمالية لأن الكتب بتاعتنا كلها من هناك احنا في الحقيقة ما كانش لينا دور كبير قوي في التطوير بحيث نعمل كتب لكل الكليات ولكل التخصات الفرق هنا فيه فرق طبعا الفرق ده هيكون لصالح دولة أنا بقارن بألمانيا أو بأوروبا بسرعة صالحهم الأعداد في الجامعات أقل اه احنا عندنا كتير الأعداد كتير وبالتالي العدد لما بيكون قليل بيسمح لي الطالب أن يناقش وأن يحاور وأن يسأل إلى آخر مش فقط الاستيعاب هو المهمة أيضا قدرة الطالب التحليلية أيضا فبيتكلم مع الأستاذ بتاعه وبتناقشه وبيينتقد الكلام اللي بيقول له أستاذ أو بيمكن من الانتقاد ده في الحقيقة احنا اذا كنا بنفتقده احنا بنحاول نغطيه طبعا بالسيماعر وبالسيكشنز وبالتمرين إلى آخر لكن مش بالصورة الكافية فكلما زاد العدد في أكلية معينة كلما كانت إمكانية أن الطالب يخرج عنده مش فقط حافظ كلمتين لا عنده ثقافة عنده معلومات عامة كثيرة حول هذا العلم ده أيضا أحد المعايير الوجوه المقرب نمرة ثلاثة دي مش في صفين بالضبط نمرة ثلاثة السيابة تكتسأل عن مشاكل التعليم في مصر عندما أقارن الجامعات في مصر احنا عندنا والجامعات في ألمانيا نجد أن غالبية الجامعات جامعات أكاديمية الجامعات الحكومية جامعات أكاديمية أنا بفرق ما بينه أكاديمية بمعنى أنها مهتمة بالبحث لأنه الطرف الثاني وهي الجامعات التطبيقية فننظر لبلد زي ألماني فيها حوالي 107 جامعة أكاديمية 107 107 الجامعات التطبيقية اللي هي بتهتم بخريج لديه مهارات في التخصص اللي هيشتغل فيه كل شيء بيبقى براكسس أوريانتت أو بيبقى عملي شيء عملي بحيث أنه هو يتخرج من النهاردة من هنا ويروح تاني بعد التخرج مباشرة نشتغل وبكفاءة عالية وبمهارات عالية دي الجامعات التطبيقية وبيدينوا في الحقيقة المعلومات والمهارات اللي لديها علاقة بالتخصص اللي هو يشتغل فيه وهذه الجامعات التطبيقية في الحقيقة بتقدم كل مجالات العلم والمعرفة معدى الطب البشري يعني كل شيء متاح في هذه الجامعات التطبيقية في الثلاثين سنة الأخيرة في الحقيقة المية وسبعتاشر جامعة تطبيقية في ألمانيا دول نشأوا في الثلاثين أربعين سنة الأخيرة كان هناك احتياج في السوق احتياج لخريجي تحكي تكلم عن عدد كبير من الجامعات ايه موجود بالمقارنة دكتور عندنا مثلا على مستوى العدد على مستوى العدد هنا احنا عندنا نقص كتير عندنا عصمان احنا بدأت في الحقيقة حديثي بالقدر الاستعابية ولذلك خلال سنتين وزارة تعليم العالي انشأت خمس جامعات أهلية خمس جامعات أهلية بالاضافة لجامعات العصمة الإدارة الجديدة احنا بينقصنا في التعليم الجامعي في مصر ايضا جامعات تطبيقية بس فينا نقطة في الحقيقة ان الجامعات التطبيقية اللي هي بتهتم بالمهارات مهارات مهنة معينة بتعطي باكاريوس الطالب اللي بيدخل جامعة تطبيقية بياخد باكاريوس واللي بيدخل جامعة أكاديمية بياخد باكاريوس الاتنين بياخدوا باكاريوس بس خريج الجامعة التطبيقية فرصته في سوق العمل اكبر بكتير المصانع واماكن العمل بصورة عامة ايا كانت بتفضل خريج الجامعة التطبيقية لانه عنده مهارات في هذه المهنة وفي كل زي ما قلت لسياتها في كل فروع العلم والمعارفة اشتركوا في القناة